نعيش مع ترجمة تابعي جليل وهو عكرمة مولى ابن عباس مولى ابن عباس وكان مولى أيبا ويشترى وخادما عند ابن عباس رضي الله عنهما فاستغلى هذه النعمة أنه خادم لكن خادم عند من؟ عند عالم صحابي جليل فاستفاد واستغلى فإذا به يأخذ كثيرا من علم ابن عباس وكان يسمح له ابن عباس بأن ينتقل ويسمع من صحابة آخرين فإذا به يحوز علما كبيرا وكثيرا هذا فضل الله وبالتالي ليس العبرة ما هي مرتبتك في المجتمع وإنما العبرة بما تلقى الله جل في علا يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما الفائدة أنك ذا نسب ولا علم عندك وما الفائدة أنك صاحب شهادات دنيوية ولا علم عندك وما الفائدة أنك صاحب مال كثير ولا علم عندك هذا مول خادم يباع ويشتراه فأصبح عالما انظر ماذا يقول عنه الحافظ الذهبي قال العلامة ليس فقط عالما علامة العلامة الحافظ أي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسر لكتاب الله جل في علا لو وجد فيه صفة من هذه الصفات لكفت فخرا فكيف إذا اجتمعت به علامة وحافظ ومفسر لكتاب الله أبو عبد الله طبعا هذه الكنية مشتهرة بين السلف بين الصحابة والتابعين أن يكنى الواحد فيهم بأبي عبد الله بأبي عبد الرحمن كثرة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني طب هو خادم ويباع ويشترى ما هو أصله البربري من البربر البربري الأصل طبعا إذا من شيوخه أكبر شيخ من ابن عباس حدث عن ابن عباس واحد اثنين عائشة أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبي هريرة أيضا وعن ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم انظر طب تلاميذه تلاميذه كثر تلاميذه كثر ولكن ما استعمه يا أبطال أبطال هبايبي لكن من الملاحظ على تلاميذه أن منهم من هم في نفس الطبقة في نفس الطبقة يعني هو تابعي فنجد أن من روى عنه هناك من هو إيش من التابعين فهذا إن دل دل على أنه كان يعرف بالعلم ويفيد حتى العلماء في زمانه فانظر ماذا أفاد واحد إبراهيم النخعي أو النخعي كما هو ضبطه إبراهيم النخعي والشعبي عامر بن شراحيل كلاهما ترجمنا لهما ومات ومات قبله ومات قبله ومع ذلك استفاد وأخذ عن عكرمة العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك والعلم لا يقبل منك الكبر فبالتالي إذا وجدت علما عند من هو أصغر منك فخذه أصغر منك في السن أصغر منك في المال أصغر منك في الجاة في المجتمع خذه وإلا فأنت الخسران هذا عالم سوف يبقى في علمه ويستمر لكن أنت الخسران عندما تترك هذا الشخص طيب إذن وأيضا وعمر بن دينار فإذا أنت تتكلم عن تابعين وغيرهم كثر